من صدفة منتبع وقفي موقف رح نروح الى جامعية هماسكيين هالجامعية اللي كلها سقافة وكلها فن ورغم التحديات بعدها مستمرة مستمرة يمكن بدعم شوي منهم بدعم من هونيك لكن دعمنا انه نكون نحن عم نتبع نشاطاتهم يكون حضورنا وتشجيعنا لقلهم اكتر واكتر من ايطار التشجيع رح يكون معنا عضو لجنة العلاقات العامة التيب على اللجنة الإخليمية لجمعية هماسكيين ديانا ماراديان اهلا وسهلا فيك على يعطيك العافية اول شي بعتقد انه اغلب المستمعين بيعرفوا من هماسكيين بس يمكن اذا نضم لقلنا حدا من خارج لبنين هلا عم اسمانا هيك تعريف الزير اذا امكن عن هماسكيين اكيد مثل ما سبق وذكرت بتخيل كل جمهور سودفان اردي بيعرف عن هماسكيين سو لمحة سريعة كتير عن الجمعية هي جمعية تأسست بالـ 28 بالكاهرة اما بالبنين فهي تأسست بالـ 31 وهي بتدير عدد من المدارس والمعاهد يلي هني طبعا من ضمنهم معاهد الفنون الجميلة يلي عندها مركزين في لبنين اول مركز هو موجود بمنطقة برش حمود هو مركز ليبونشانت اما المركز الثاني فهو موجود بمجمع اخباليان بمزهر تقريبا نحنا عنا هالسنة اكتر من 700 طالب وطالب منتسبين وعنا سبع معاهد اذا بتحبك من اسكر لكيامون بهمنا كتير نعرف شو هنه المعاهد وشو هنه الاختصاصات ومشان الواحد اذا عنده يمكن لانو منحكي شوي السقافي وفان اذا عنده هواية او عنده رغبة انو يكون موجود بهالمعاهد اكيد سو السبع معاهد اللي نحنا عنا اياها اول معهد هو معهد بارسيخ غاناشيون يلي طبعا بيعلم الطلاب على الالات الموسيقية المختلفة اكتر من عشر الالات فينا نقول ومن ضمنهم الالات الموسيقية الارمانية مثل تشفي الدودك والدهول وطبعا هناك المناهج عادة يلي بيتبعوها هنا مناهج معدي من قبل اختصاصيين الكرمال طلاب يكونوا مش بس عم يتعلموا الفن بس عم يتعلموا الفن كمان باسلوب حديث المعهد التاني هو معهد طرس رسلين للرسم والنحت ومؤخرا هالسنة صار عنا اضافة جديدة يلي هو فن حياك تسجاد هذا اختصاص جديد صح صح وهالسنة وصار في عنا اكبال اردي علي اعمار شوي كبار او الشباب والسبايا بالتحديد اعمار اغلبيتهم هنا بكونوا بحبوا الاشغال يدوية بحبوا التطريز وبحبوا الخياطة يعني بكونوا عندهم هاي دي الميول اكتر صح 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 بس مكلف يعني مكلف انه الواحد يفكر بتنفيذ جادة او متعة اكتر يعني ببطل الواحد يفكر صح بتخيل هني عم يخدوها كمتعة لانه متل ما سبقوا ذكرت حاليا الاقبال هني من الاعمار للاكبر بس نحنا بنتأمل انه يكون في كمانة بتعرفي اوقات يعني هي كانت الى زوال يمكن اذا فينا نقول بس يمكن حرفة الى زوال مزبوط سوف يمكن الجيل الجديد كمانة ممكن يهتم. قدي بدك وقت مشان تتعلمي تبلش تعملي سجل؟ بتخيل بده وقت طويل وبده صبر لانه بتخيل كمانة اللي موجودين معنا هني اورادي بيعرفو يعني اسباشي الفن التطريز سو كرميل هيك بتخيل انه هني لقلون اسرع يمكن ممكن يتعلموا الفن الحياكي بترويق العصاب اهم شي بيقولوا بيعرفي خي السجدة بيعرفي سيطر عاعصاب وهيدي اهم شي صح هيدي ايه واسباشيلي بهالأوقات ممكن نحنا بدنا بدنا شي هيك يلهينا شوي عن الصعوبات اليومية سو كمانا بي اطار معهد تورس رسلي مؤخرا صار في توقيع الاتفاقية مع معهد الفنون الجميلة بيعرفو كرميل اذا طلاب يعني خلصوا هون تعنيمون وستحصلوا عشهادة بعد ما يقدموا تيسس طبعون ممكن يكملوا كمانا الماجستر او دراستنا العليا بيعرفو سو هيدا هيدا اضافة كمانا جديدة مبروك 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 نعم ننتقل اذا بديك على المعهد التالت يلي هو طبعا معهد كينا للرقص كمانا يعني مش بس الرقص الارمني كمانا مختلف انواع الرقص وعندة تعرفوا انه بقدموا عروض سنوية طبعا ومنعرف فرقتها هماسكيين للرقص والفنون معروفة كتير وببعض المهرجانات الغير ارمانية كمان بتشارك هيدا بالضبط بالضبط اكزاكلي هلأ كنت رح وهلأ مؤخرا بالصيفية كانوا باليونان عم يمسلوا مش بس جمعية هماسكيين عم يمسلوا لبنان كمان حالا اكيد وننتقل عم معهد الرقص بس هالمرة رقص البالي وكمانا الطلاب والطالبات فينا نقول لأكتريتهم لانه من البالي قدموا اخر سنتين يعني طبعا قبل الكورونا عم نحكي قدموا دينات كراكر يعني كمان كان في هيدا العرض كمانا كان كتير حلو بالالفين وتبنت عشر والتسعة عشر بنرجع بننتقل عجوءة كرغاج للأطفال يلي طبعا هلأ بنا نحكي عن جوءة كساني هن المتخصصين العمار اللي هن بعمار أخبر بس يمكن بجوءة الصغار بتنكشف المواهب بصير الواحد يعني بحاله وين رايح صح سو منبلش بجوءة كرغاج ويرجعوا بيشوفوا العمر قدي كرغاج تقريبا 17-18 اوكي يعني بصير بوقت الخيار يعني وين بدو يروح الواحد اكيد حتى في أعمار أصغر من هيك هن بيشوفوا بيرجعوا حسب اذا بينقلوهم يمكن حسب الصوت كمانا بيرجعوا بينقلوهم عجوءة كساني عنا كمان بعض معهدين في احكي عنهم هو معهد طبعا أرك يلي هو للفن المسرحي الطلاب مش بس بيتعلموا يمكن التمثيل بيتعلموا فن الألقاء التعبير هيدا الشي كمانا هيك كمانا نفسيا مهمة اليوم واخر شي عنا أكيد همسكيين يعني طبعا مش بس نحكي عن نشر السقافة والتراس والفن بس نحكي كمانا عن أهمية اللغة الأرمانية صو عنا معهد جارود كمان بيعلم اللغة الأرمانية مش بس كراءة أو كتابة بس كمانا بيعلم شوي عن التاريخ الأرمانية أكيد بأسلوب سهل كرمية للأشخاص مين اللي بيتعلموا به هيدا المعهد هل هن بس أرمن أو في غير أرمن بيصعوا إلى المعرفة ويعرفوا أكتر وأكتر؟ والسؤال الأبرز هون إذا بتسمحي أستاذي ديانا الأرماني يلي اليوم ينتمي إلى مدرسة غير أرمنية قديش ضروري يكون عم يتعرف على لغته الأم على حضارته على سقافته على تاريخه؟ هن أغلبية الطلاب هن من هالفئة آخر فئة اللي حضرتك ذكرتيا يلي هن بيكونوا أو عادة ما بيعرفوا يمكن هن أرمن بس يمكن ما بيكون عندهم المحيط الأرمني أو ما بيكونوا عم بيروحوا على مدرسة أرمنية أو عنا كمان من الألفين وعشرين كورونا ساعدتنا بشي هو إنه كمان يكون في صفوف أونلاين سو كمان عنا طلاب بيكونوا يمكن بالدول العربية أغربيتهم أرمن بس طبعا يعني بيزروفهم يمكن ما بيقدروا يكونوا عم بيتعلموا حضوريا أو في فرصة لقلهم يتعلموا هيدا الشيء سو هن أكتريتهم حاليا طلابنا هن من هالفئة يلي هن بيكونوا أو يعني أرمن بس يمكن ما بيكونوا بمدارسة أرمنية أو يمكن بيزروف حياتهم ما بيكونوا متواجدين بمحيط أرمنة هن اللي أكتريتهم عم يتعلموا أو بيكون كمان طبعا جيين من من عيال يمكن ميكست فينا نقول يعني ممكن يكون يعني الزواج مختلط زواج المختلط سو كمان أوقات بيكون عندك أنا من أعمار كبيرة يعني بيكون العكس بيكون في حدا يمكن متجوز من شخص أرمنة يعني بيحب كمان يتعرف على اللغة أكتر هيدا بتسهل كمان تعرفنا على المعاهد تبعكم وبدنا نروح على النشاطات يعني أكيد في زروف كورونا فردت حالة في زروف الأزمة الاقتصادية كمان فردت حالة كان عندكم شي نشاطات بالفترة الأخيرة بتتحب تتوقف عندها وأهميتها؟ أكيد أكيد كورونا خلتنا أنه ما نكون كتير نشطين أخر سنتين بس أخر سنة كنا كنا شوي عم نبلش بنشاطاتنا بهيدا الإطار بحب أذكر نشاطين عملناي هون بالتعاون مع السفارة الأمريكية ببيروت أول نشاط كان بدعوة من الاسم الثقافي للسفارة شاركوا طلابنا ببرنامج اسمه Meet the Artist أربع طلاب من معهد الفن الموسيقى بارسير غاناشيون عزف المعزوفات بالسفارة هذا هو أول نشاط أما النشاط الثاني هو نحنا كتير كنا فخورين فيه لأنه لأول مرة استضافنا طلاب معاهد ليس بس مع طلاب بالهمسكيين بحرام مجمع أخباليان كانوا من طلاب من الكنسرفاتور الوطني كانوا من معهد الياسر إحباني معهد غسان يمين يعني أكثر من 20 طالب بمناسبة وجود الفنان الأمريكي جوسايا ووتسن وفريقه يلي هني إجوا علموا الطلاب بعطوهن شي اسمه Master Class عن أسليب وأهم تقنيات اللي متعلقة بموسيقى الجاز وطبعاً كان عنا حضور ممثل عن السفارة الأمريكية كمانا كانت موجودة يلي هي الأتشي كولتورال وكمانا يعني كان لأول مرة بتحس إنه كمان كان فيه متل تبادل يعني تبادل خبرات وتبادل كمانا بالإيلات الموسيقية هني تعرفوا كمانا على الإيلات الأرمانية وهون كمانا يمكن نرجع منقول هيدا ضمن إطار الهدف الرئيسي تبعاً الجامعية هو مش بس كمانا نشر كمانا تبادل الحضارة ونجرب قدمة فينا نكون كمانا عم نعرف الحضارات التانية أو الدول التانية على الحضارة الأرمانية أكيد نعم وصلنا على الحدث أكيد في نشاط جديد صح بتحبيت تحكي عنه رح نحكي تفاصيل أكتر وأكتر مع كريستينا بس رح أترك لإيلة كتخبرينا هيك لمحات عنه أكيد بحيدا الإطار كمان بإطار التعاون اللي نحنا عم نعمله مع السفرات ومع المنظمات والجامعيات عنا نشاط جديد مثل ما قلت نهار الأحد بأربعة الشهر ساعة ستة بكنيسة مارمارون النشاط هو ريسيتال الميلادة أكيد رح تكون بدعم وطبعا برعاية ودعم السفارة الألمانية ببيروت فرقة كوصان وجوءة كوصان هي هنه اللي رح يقدو رح يقدو ترتيل وأغاني ميلادية من كل اللغات من ضمننا طبعا اللغة الألمانية ونحنا نطرين الكل أول شي دعوة مفتوحة هي مجانية ونحن نطرين الكل يكونوا موجودين معنا طب استاذي دينا هون بدي أنا سوري بدي اسأل انه وقتا نحكي عن نشاط ميلادي بيكون بدو وقت كتير تحضير هيدا النشاط ما بيجي بيولد هيك فجأة بدو يمكن أوقات شهرين وثلاثة تحضير مش حرام ينعرض مرة واحدة ممكن ينعرض أكتر حاليا معك حق لأنه طبعا الجوء هي بحد زيتا يعني هن قدي بيكون في عندهم تمرينين مكثفة وكمانا يعني إذا فيك تقولي وراء الكواليس بيكون في عمل كمانا من قبل المتطوعين والمتطوعات بجمعية همسكيين اللي هنا أكتر من مئة وخمسين شخص حاليا مثل ما قلت بيتطلب هيدا الشي بيمكن وقت وتحضير بس حاليا هلأ تنشوف الأقبال وإن شاء الله يعني ياريت فينا نرجع نعيده كمان بعد عندي كم دقيقة بدي احكي عن التحديات قدي عندكم تحديات وكيف ممكن الخروج من هالتحديات بالتضامن والتكافل بين المجتمع وبينكن الصعوبات والتحديات يمكن بيغنى أنه نعرف عنا سباشيلي عنا بالأخاص بلبنان ظروف الأخذ تلت سنين كانوا كتير صعبين مش بس على العمسكيين بس كانت عجمعيات وعلمؤسسات ككل بالنسبة لقلنا عينينا وبعدنا عم نعيني من دائقة مادية أكيد ونحنا بس كمان رح نضلنا نستمر وبدنا نستمر لأنه ما بدنا نخلي الطلاب بلا ما يكون عم يتزوق أو عم يتعلموا الفن وهذا شيء طبعا أساسي لأنه بيستهم كمان ببناء المجتمع سليم بهذا الإطار لتأكت اللجنة الأقليمية أنه يكون في حملة تبرعات بلشنا فيها هذه السنة تحت شعار تبنى طالب أو موهبة بمبلغ معين من المال 30 دولار فيهم يتكفلوا أنه يكونوا هنه سبونسر طبع الطلاب طبع طالب واحد خلال سنة الأكاديمية نحن هنا لكل شخص يحب يساعد الجمعية أو يساعد أو على قليلة أنه يساهم أو يدعم موهبة فيه يتصل إذا فيه رقم التليفون 01-265-899 أو كمانا نحن فيه كمانا عبر مواقع التواصل للاجتماعي على معنا إياها فيسبوك إنستجرام قد هماسكاين لبنون فيهم يتواصلوا معنا ونحن رح نكون كتير مبسوطين وممنونين لكل شخص ممكن يساعدنا كرميل نضلم كافيين برسالتنا عدو باللجنة العلاقات العامة تبع للجنة الإقليمية لجمعية هماسكاين ديانا ماريديان أهلا وسهلا فيك بدي أشكريك ونخبركم أكتر بعد شوي عن تفاصيل حفلة أو ريسيتا اللي رح تعملوا جوءة كسان